موسيقى يومكو هادي ونادي حلقة جديدة ومطبخ الستات يا رب اكتر اعيادنا يا رب اكتر فرحتنا احنا عايشين في اعياد ويا رب طول السنة في اعياد وفرحة وبهجة كل سنة وانتم طيبين وبخير ونعمة ومحبة وسعادة وهنا وكل معنى حلو في الدنيا واسمحولي انا يا رحب يا عمر يا صباح الكل زي كمان صباح الكل وهنا والسعادة عليك كل سنة وانت طيبة وانت بالصحة والسلامة اخبارك ايه انا كويسة الحمد نهاردة قلت بقى ايه مسك الختام كده نهاردة اخر يوم هنطلع وحطلع انا معاكو في رمضان طبعا انا عايز اقولك شكرا جدا وبجد اتشرفت بيكو قوي قوي وارجو ان انا اكون كنت خفيف عليكو وعلى حضراتك شكرا لك يا عمر وبجد يعني اكلاتك ووصفاتك اللي انت عملتها لنا طول مطبخ الستات الفترة اللي فاتت تسلم ايدك عليها هلثي جدا ملونة جدا جميلة جدا جدا اكلتنا وشربتنا وابهجتنا واسعدتنا وتسلم ايدك نهاردة نهاردة هنعمل شربة سيفود لا سقف الطموحات عيلي بقى سقف الطموحات يعلي بقى هنعمل لها اضافتين كده الوزاز اللي هي البطاطس المسلوقة والتفاح الاخضر ايوة عشان ايه حاجات تخش كده تديني المزازة انا بحترفه جدا جدا قصة تانية انا كمان جدا قصة حب فعلا وكمان عشان انا عايزوا ايه عايزوا يدينا المزازة بتاعت اللمون بس من حاجة فكرة وصحية جدا جدا من صحابي كده مبارح برافو عليك تعارف انا بقطع التفاح الاخضر دايما في اي طبق اصلا انت بنقطع فيه تفاح اخضر بيدي طعم حلو بيدي خيمة غزائية عالية جدا جدا وفراش هو جميل بالزبط بالزبط طيب خلي اقولك ايه المقادير اللي عندنا في شربة السيفود عندنا شوية مقادير كتير شوية عشان احنا جايبين تقريبا كل حاجة نقدر عليها لكن احنا ممكن نعمل الشربة دي باي واحد او اتنين بالكتير من البروتينات دي وفي كياس بتتباع جهزة بيقى فيها يعني خلط السيفود على بعضها اللي هو بيبقى الجاهز وده برضو بيوفر علينا شوية شوية لكن انا هنا جايب الحاجات فراش لان انا مستعمل القشر بتاع الجنباري مستعمل الظهر بتاع الكابوريا في ان انا اعمل مرأة وحوريها لك دلوقتي حلو خلي اقولك بسرعة كده ايه المقادير بتاعتنا في شربة السيفود عندنا بصل توم عندي كابوريا وجنباري بلح بحر او جندفلي في ليه قشر بياض مخلي ومقطع مكعبات عندي كلماري عندي كرفس مفروم ماطم بريع عشان عايز اديها اللون الاحمر كده شوية عندي كرات فلفل ابيض كمون بابريكا ملح نص كباية لبن ومعلقة كبيرة من الدقيقة عشان تديني شوية سماكة في الاول وممكن نوقف هنا او نزود كريمة زي ما انا هعمل عشان نتقلها اكتر كمان وعندي بقى دونس شبت وشوية من عصير اللمون تمام اوه هتقولي ان ما فيش كرفس فيه كرفس طبعا انا اقولش كرفس لازم كرفس الفرنساوي ده اساسي مع اي ايوة عندي كرفس او ده كمان العيدان بالضبط ده اللي هو الفرنش بالضبط الفرنش خبت العيدان قطعتها صغير بيفرق كتير قوي مع اي نوع سمك ايا ما كان هو حي ده حي هستأذنك ايوة نفتح فيه هنا هتعمل الشربة هنا هنعمل بقى الشربة بتاعي انا بس عايز اجي هنا كده تعاليه كده عايز اوريكي حاجة هنا ايبان بصي ده ليه بقى بقولك انا ما جبتش الجهز بص الجنباري على طول اللون الحمر لان انا اخدت القشر بتاعه بتاع الجنباري اخدت الظهر بتاع الكابوريا وحطيت معاهم الحاجات اللي احنا بقى عليها الاروماتيكس ايه اللي هي ايه حطيت شوية كرفس حطيت كرات حطيت شوية من الجذر ايوة اهو وفي الاخر بس كده والتوابل ايه سنة من اللمون والتوابل ملح وفلفل فقط ملح وفلفل فقط ليه لان انا بعمل مرحة اصلي طعم الحاجات دي كفاية بزبط انا بعمل مرحة اي نوع بغار هنحطه على الكلام ده هيغطي على طعم السيفود الجميل ده اللي موجود في القشر دي اصلا شربة سيفود لوحدها بس قشر اللمون هنا ما يمررش لا خالص لان انا لسه حطه ايوة بسه حطه قبل انخش على طول في الاخر خالص بحطه شوية سوية يعني لما نقشر الحاجات دي ما ترميش حاجة لا اي حاجة اهم حاجة اصلا انا اقولك الراس والدهر بتوع دهرة عكبوريا دهرة عكبوريا والدهرة بتاع الاستكوزة اكتر حاجة بتطلع كمان اللون البرتقاني ده وبصي بقى اللون الميا عندنا كمان عامل ازاي فده ايه اللي احنا بنعمله هناك ده ممكن في الاخر نحط عليه شوية ميا عادي ونشتغل اه لو انا جايب حاجة جاهزة انما لو عندي ده وعملت المرأة دي هتاخد بقى الشربة في حتة تانية خالص اقولك دهن المرأة اللي بزودها اصلا عبارة عن شربة هتأكد طعم الشربة وبعدين يعني لو الشربة زيادة شوية او زودنا عليه شوية مياه لو عملنا شوية رز جنب الشربة دي مثلا مع سمك ممكن نسقي بيها الرز هتاخد الرز برضو في حتة تانية اكيد بصوا بقى حلوين احنا على لايف دلوقتي انا عايزة ستات وبنات مصر يقولولي جاهزين ازاي لاول يوم العيد عادتنا وتقاليدنا المصرية الجميلة من قديم الازل موجودة ومازالت موجودة وبتطفي فرحة وبهجة على الاسرة والعيلة والبيت كله اول يوم العيد دينا تقوص خاصة بس في الاخر كل بيت لتكة بتاعته بس فقولولنا هتعملوا ايه اول يوم العيد وبتجهزوا ازاي من دلوقتي احنا موجودين معاكم لايف على مدار الحلقة في مطبخ الستات ممكن تقلب لنا الزبدة في الزيت كده دايما بعد ازنك هنحط عليها شوية زيت عشان ما تتحرقش عشان الزبدة بتاعتي ما تتحرقش لو انا مش عايزة حط زبدة على فكرة ممكن اعمل كده بالزيت بس ما فيش مشكلة خلاص طيب انا النهاردة هعمل ايه؟ هنزل بالحاجات كلها وفي الاخر زي مقلتلك شوية من لبن ومعلقة كبيرة من الدي ايه طيب في ناس تانية بتعملها ازاي ان بعد ما حنزل البصل دلوقتي ويسنة من التوم بيحطوا دقيق عليه نفسه ويقلبوه ايوه عشان ما يكالكاش بالزبط كده انا بس بفضل وانا بفضل الطريقة دي مانا بقول لكل حد بقى ايه؟ انا بفضل ان انا بعملها وفي الاخر خالص بقوم مزون قس في ناس ساعات لما بتحط دقيق في الاخر بعد ما تكون حطت الشور بقى تلاقي دقيق كالكع منها وبتبقى مشكلة بالزبط نجي بقى الهند بلندر ونحط في الخلاط وقصة كده صح كده بس كده بيبقى اسهل بكتير تريكة مهمة شوية ان احنا الكابوريا من اكتر الحاجات اللي بتاخد وقتها والكلماري فدول اول حاجات حانما محتاجين انهم تنزل لكن عندي هنا الكابوريا بالرجلين بص بتاعتها بحط الترتيب طبعا اول حاجة عندي الكابوريا والكلماري دول اكتر حاجة هتاخد وقت بعد كده الجنباري والسمك واخر حاجة خالص الجندفل انه مش بياخد سواهي هنا الفكرة في ايه؟ شايفا الرجلين دي وانا بقلبها ممكن تقطعلي في اللحم بتاع بقية الحاجات دي كلها فهننزل الكابوريا الاول عشان انا عايز هتاخد الاول تحميرها وننشيلها وننزل بكل الحاجات وننزل الكابوريا تاني في الاخر عشان ما تبهدلش الفيلية اصلا ببقى رؤية ونعم قوي عشان وهي بتتقلب كده بوسي دي مواس فدي هتخلي الفيلية يعني هو الفيلية اصلا بيماسك نفسه بالعافية زي ما انتي شاء ما بياخدش سواه خالص ما بياخدش سواه خالص ولا اي حاجة هننزل هنا على البصل والتوم بالكرفس السمك من الحاجات اللي هو تسويتها او الزيادة اولا بيفقدها قيمتها سنين بتتهيري احنا ما ينفعش نعملوا معاملة اللحم والفراخ خالص ده هو السمك موظم سجد بيشم نارت بيشم نارت وفي الفارقست بيأكلو كده بيأكلو كده زي سوشي بس بس يعني اللي يقدر بس بأنواع معينة برضه ده يعني صح بصي بقى هنعملي هناخد الكابوريا بتاعتنا اولا زي ما انت شايف انا الكابوريا متنظفة مقسومة بالنص وزي ما قلتلك واخد الظهر بتاعها بصي مش هنقلب بقى بالسباتيولة دلوقتي خالص هنحط الكابوريا بتاعتنا كده زي ما قلتلك تاخد الايه تحميرة كده بتاعتها وفي الاخر هنرج الحلة ونرفع الكابوريا بتاعتنا يلا بدأت بدأت العادات والتقاليد المصرية جميلة موجودة دلوقتي معانا على صفحتنا على اللايف قلونا بتعملوا ايه وبتجهزوا ازاي اول يوم العيد انا عايز اقولي على حاجة كتير من صاحباتي ساعات بنتكلم مع بعن بتقولي انا عندي صداع على طول انا مرهقة على طول كتير من الستات والبنات هي ما تجربتش ان هي تبقى بكامل صحتها وعافتها لان هي ما تجربتش الاحساس تجربوا امتى؟ لما تجي تقرر ان هي تعمل ضايت فتخس بس من اول اتنين تلاتة كيلو تقولك انا حاسة نفسي خفيفة حاسة ان النفس احسن حاسة ان انا تركيزي اعلى جماعة الاكل الصحي مهم وضروري اكلة واحدة بس صحية كفيلة ان هي تحسسك بحالة ان انت صحتك كويسة كفيلة ان هي تحمل من امراض كتيرة اذا كنت بتفكر تعملي ضايتة ومش عارفة تعمليه ازاي ان انت نص اكلك يبقى ملون نص الطبق اللي انت بتاكل فيه اي المكان هتاكل ايه نص الطبق يبقى الوان عبارة عن خضار وعبارة عن فكهة وكمان الخضروات اللي هي الورقية زي الجرجير والبقدونس والخضرة كلها والكابوتشي والخاص وكل الخضروات الورقية والجرجير طبعا طيب احنا مشكلتنا ايه في الصداع اللي بيحصل لستات وبنات كتير وبتبقى هي نفسها مش عارفة السبب ومشكلتنا في حاجتين اساسيتين الستات والبنات طبعا بنرجع للدكتور وكل حاجة بس انا بقول قاعدة عامة ده مش كلام اكيد لازم برضو ترجعي للدكتور طب انقلك مفيش حاجة احنا عندنا نقص فيتامين بي طب فيتامين بي ده موجود في ايه او المصادر بتاعت ويه كل انواع الخضار والفكهة اللي تتخيليها اللي احنا بنخصمها ليه انا معرفش الصحة العامة وفيتامين بي وهتلاقي ان الصداع تقريبا ما بقاش موجود ده غير طبعا تحسين كمان نوعية النوم احنا فيه ناس تيجي تقولك انا بنام عشر ساعات مش بكتر ساعات النوم بكواليتي النوم بنوعية النوم نفسها انت نايمة نوم صح ولا نايمة بتفكري نايمة ارق الجو العام المحيط بيكي مش مناسب انك تنامي اه شخيب التليفون شغال فكل شوية رانات لازم تفصلي تماما في ساعات النوم عشان تقدري تصحي بصحة كويسة حتى لو نمتي سبع ساعات بس كفاية جدا بالنسبة لأي بني ادم صح يا عمر؟ طبعا شايفة اللون ده اول ما اللون بتاعي ده يقلب اللي هو اللون البرتقاني خلاص ما يبقاش عندي اللون اللي هو بتحسين مدي على شفاف مزرق شوية يبقى انا كده خلاص ارفع الكابوريا بتاعتي يبقى انا المقياس بتاعي في الكابوريا والجنبري اللي هو اول ما يدي اللون اللي هو الورانج اللي هو الورانج معنا ان هو كده خلاص احنا ممكن نرفع ولا لسه هنزل تاني لا لسه هتنزل تاني خلي بالك انا بس عايزة هتاخد الايه؟ اول واحدة كده الواحدة وتاخد من الطعم بتاع التوم والبصل طبعا مهمة جدا ان احنا نتكلم طالما بنتكلم عن تركيز يعني اوميجا 3 و اوميجا 3 موجودة كتير جدا في كل انواع السمك و في الرنجة جدا كل ما هو بيعمو في الميا اوميجا 3 فده مهم جدا جدا للمخ و طبعا في كتير من انواع المكسرات كمان و خصوصا عين الجمل اوميجا 3 كميات كبيرة جدا ده للناس اللي عايزة تساعد نفسها هتركز او تستخدم دماغها وتفكير كتير احنا قلنا تاني حاجة تنزل ايه؟ الكلماري عشان بتاخد اكتر وقت نوع معين والاصل كين ساعات تقولك الكلماري بيشد لا بصي الكلماري بيشد في حاجة من اثنين الكلماري اما بيتطبخ بسرعة قوي اما بيتطبخ بياخد شاية وقت فهي حاجة من الاثنين المرحلة اللي في النص بتنشف يعني هو اول ما بتسويه لو بديله تشويحها على شواية بسرعة مثلا بيبقى طري في الاول بعد كده في مرحلة بيرجع بيمسك فيها بيبقى ناشف وبعد كده بيرجع ايطرة تاني في نسبة تستعجل عليه وترفعه من على النار بدري لا بالعكس يعني اما رفعيته بدري يعني لو كنت رفعيته اول محطيته بعدها بدقيقتين كان هيبقى تماما او بعدها مثلا بست سبعة دقايق هتعدي مرحلة الشرد اللي في النص دي في النص بيبقى مرحلة كم ديئة كده في النص بيبقى اللحم بتاعه بيبقى بيبقى فعلا ناشف لازم تسويه للاخر لو انت مصر تسويه للاخر طب انما مفيش اختيار معين في الكلماري نفسها اللي احنا بيبقى تبقى حلوة وبيضة ومالية نفسها وبصي ويبقى ايه عندها كده نقدر نشتغل معا خلاص؟ طيب انا هقلب اهو اه اصل في انواع كلماري فيه كلماري رفيع قوي فيه كلماري مكلبط شوائية زيبقى يعني السن السن الكلمارية نفسها فحجمها بالضبط فحجمها بايه انا بحب الكبيرة بصراحة اه انا بعمل منها كمان ستيك كده زي ما هي بشيل الجليم بتاعتها وبفتحها وتتفرد على الشوية تمزل عشان واتعمل معاملة الستيك هو ده نفسه الحبار فيه ناس بابتاخد الحبر اللي هو بتاع الحبار ده خصوصا في ايطاليا وفي دول كتير من اوروبا الحبار بيبقى فيه الحبر جواه ده نوع من انواع الاخطبويات من العيلة من نفس العيلة اللي هو وجود نفس بياخد الحبر ده بيعمله بيه رز اللي هو رز الاسود وده موجود في كتير من دول اوروبا ليستخدامات كتيرة ومفيدة قوي كمان فيه نسبة فسفورة عالية جدا زي ما تعودنا بنتبل ايه كل مرحلة ربع معلقة بس كل شوية ما عمل كده اوكي هنزل دلوقتي اه الناس بتسافر ملك بتقولنا ايه بتسافر اول يوم العيد وبتاخد معاها بقى الكحكة والبسكوتات والشوكولاتات والبومبوني والتيرمس وكل المسليات دي الله 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 ونشغل ميوزيك ونرقص ونلعب ربنا يحلي ايامك يا ملك ويحلي ايامنا كلنا جميعا المصريين بيعرفوا ازاي انبسوا طيب ميزو كان عايز طريقة عمل البتفور هنعمله حضر اكيد هنعمل كحكة وبتفور وغريبة احنا عملنا الغريبة من يومين مع شاف محمود واكيد هنعملها تاني هي والبسكوتات لان كل بيت ليه طريقة معينة في البسكوت يعني فيه ناس تحب بسكوت النشادر فيه ناس بتحب المنين فيه ناس بتحب كعب الغزال فيه ناس بتحب ايه تاني انواع بسكوت المصرية الحلو انواع البسكوتات بتاعتنا بسكوت النشادر اه طبعا حبيبي ده عشان الناس تبقى بس معنا انا حطيت شمال من الكمول في ليبيا بيعملوا سمك على الغداء اول يوم العيد وبيتجمعوا عند الاهل بيأكلوا كحكة وبسكوت برضو يعني دول شمال الافريقي عموما او دول البحر المتوسط بيبقى فيه مشتركين مع بعض في عادات وتقاليد كتير ممكن ليبيا كمان قريبة لنا في كتير من العادات والتقاليد دي امي من ليبيا كل سنة انت طيبة يا امي احنا عملنا ايه حطينا الجنباري بص فوق السبير كده انا سايبه تحت هو الكلماري بياخد لسه التشويحة بتاعته وفي البخار كده حطيت السمك وحطيت الجنباري وديتهم تدبيلة بديتهم كمون فلفل ابيض وشوية من البابريكا هلاص تبتحب الفلفل الابيض قوي انا عايز الفلفل الابيض بصراحة بيفرق في طعمه عن الاسود ليه بقى؟ طبعا اهدى مني فيه ناس بتتوقع انه الابيض علشان ما يبنش اللون بتاعه في الاكل ده اكتر يتستعمل وبتبقى فعلا عشان ما يبنش لكن في طعم وريحة بيختلف اهدى شوية الفلفل اسود بيبقى حامي اكتر من الفلفل الابيض بطبعا هنبتدي اهو انت بسيب لينا التقريبه دي هنعمل بس ايه نتأكد انتوابل كده جابت معنا كل حال حلوة اوي ده ده ينهر ابيض الناس كتير بعتولنا هنقول حالا اساميهم بس انا عايز اقول لحاجة بقى فيه ستات وبنات عرفوا ازاي يخصوا في رمضان استغلوا رمضان صح بفكرة انه هما طبعا صيام بس شغلوا الصيام ده اللي هو الصيام المتقطع انا 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 انت عملت كده انا جبانا عملت كده طبعا خسيت 5 كيلو في رمضان ده خسيت 5 كيلو برافو في ناس خسيت اوي قطع كاربوهايدريت تماما برافو صراحة وقطع سكر قطع سكر قطع كاربوهايدريت وصيامه تقطع ده الواحده كفيل انه هو يخصص ويخصص كتير طب في ناس بتقولك زي طهرية مثلا بيقولك البسبوسة والكنافة والحاجات دي فيش مشكلة اللي نفسه يأكل حاجة وانا بيفيدلي بقى ان انا ما بحبش الحاجات المسكرة بزيادة لانه ثقافة الحرمان عموما الحرمان والتجويع مش هيوصلنا المتاج كويسة لان احنا هنخلص وهنرجع ناكل اكتر من الاول لان فيه حرمان وهندخل اكتر فده مش صح طب نعمل ايه احنا بنفطر عادي خالص فطر بسيط وبعدين ساعتين ولا حاجة وناكل حاجة حلوة مفيش مشكلة مع كباية شاي او زي ما انتو عايزين شوية بنتصحر بدري شوية بس السحور مهم وما ينفعش ان احنا نفوت الوجبة طب في الايام العادية نتعشى مفيش مشكلة بس تتعشى وتتمشى يعني من نتعشاش ونرقد يعني نتعشى ونهز نفسنا بقى في البيت ستات والبنات حبايبي ابسط حاجة ممكن تعمليها نط الحبل في البيت نط الحبل ده بقى بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة جميلة قوي اولا بتتنفسي كويس فبيدخل كمية اكسجين كتيرة جدا للقلب والدماغ والرقة فبيفتح الرقة وده بيحافظ على الصحة العامة ايه كمان؟ بيحرق دهون طبعا بيحرق دهون كتير جدا طب بيعمل ايه كمان؟ بيساعدك على عملية التوازن والتركيز لان طول ما انت بتنط الحبل مش عايزة تقعي فبيساعدك على انك تحافظ على عضلات جسمك تتشد ويساعدك على التوازن في الجسم والتركيز العالي جدا ده غير طبعا انه هو بيحرق كمية دهون كتير زي ما قلت بس اهم حاجة ست البيانات وانت بتنط الحبل اميني على النجف عشان انا عملت ده قبل كده يعني اقف في حتة ما فاشل نجف حاجة كريستال تتكسر تزعلي احنا عايزين ننبسط يعني ها بس خلاص انا كابش هنقلط احنا عندنا فاصل قبل بس ما نتلع فاصل عايزين نبص على الشربة دي بقى الشربة احنا صفينا لكل اللي احنا كنا عاملينه هناك واديني كده دي البهاريز بقى كلها يعيني يعيني بص طب دي هنقامل بيها نرميها دي كده البهاريز بقى احنا كده بص احنا استخلصنا كل حاجة ده احنا جبنا القشر ايوا وقعدنا نطلع منه كل حاجة فاحنا كده خلاص فعلا فعلا مش فاضل حاجة خدنا كل اللي موجود في القشر سواء قشر الكابوريا قشر الجنبري المرأة بقى اللي انت جايبها دي ولا تقول لي بقى اشتريت مرأة جاهزة ولا تقول لي حطيت ميا انا حطيت فيها بصل او طوم او حاجة انا حطيت فيها بصل على بعضها بصلة صحية وا او مقصومة بالنص واة وطوم واحطيتها ما عاش حاطت توم لا ما نحط حاطت جازر ما عاشطتت توم هنا طيب اوكي عشان ما يبقاش توم كتير بلزبط لكن بصي شكل الشربة اللي طالعه في الكريم حلوى اوي اوي طيب حاجة اللي هعملها دلوقتي انا هادخد الشربة بتاعتي سناء سلطان هتاكل رنجة اول يوم العيد سهيل محمد بيقول احنا عادتنا في العيد جميلة جدا اول يوم بنروح عند جده وبناكل ونحلي وكحك وبسكوت وفتيفور وشوكولاتة فواكه البحر الناس شمهة من عندهم والله يتوصل لحد البيت لكل حبايبنا بس بعد الشرب انزلت بشوية من الطماطم البري ما عنديش طماطم بري اضرب شوية الطماطم حالي طماطم بري حطناها على الشربة نحطش نص معلقة سلسة كده تدي لون انا بصي انا بحب استعمل الطماطم الفراش فديك نفس الفكرة دي طماطم بري فشقها خلص ده شوية دقيق في شوية من اللبن البارد اه عشان ما يتلكعش ونحطه على الناس يلا بينا عشان نستطيع الفاصل يلا يلا هممكن نطلع فاصل ياه فاصل وهنرجع نكمل في مطبخ الستات وهقولك بقى يا ست البنات ويا ست الستات ايه قصة شنتة ايدك بعد العيد بعد الفاصل لسا مكملين ولسا في مطبخ الستات بعد ما عملنا شربة السيفود العبقرية دي اللي هي تنفع تنفع في شتاء وصيف هي معانا طول السنة وفي رمضان على فكرة رحة صعبة ده اختبار ده اختبار اختبار واختبار مهم بس بجد القوام بتاعها حلو قوي شوية الدقيق مع الكريمة اللي احنا حطناها عملوا قوام حلو قوي للشربة كمان احنا بنقول دايما ان احنا بنحط كريمة خفق اللي هي بتاعة الحلويات ما تخفيش حطيها هي مش بسكرة لان في كريمة طهي وكريمة خفق كريمة الخفق بتبقى القوام بتاعها قتقل شوية ممكن ما تحتاجيش تحطي دقيق معاها ومالهاش ضع مش هتبان في حاجة انا عادة بستعملها دايما لما بحب بحط في البكاتة بالمشروم طبعا اي حاجة ما كان الهافي كريم خلينا اقولك احنا برضو الشربة بتاعة السيفود دي لها اربع انواع هنعملها بيها اما احنا عملها كلير كلير يعني بتبقى مفاش حاجة خالص مفاش حتى اللبن بالدقيق اللي احنا حطناه ايوه مجرد ده او بنعملها زي ما انا بقولها على نفس الكريمي ايوه كده فانعملها كريمي كريمي خلاص اخدت لون افتح والكريم ممكن تبقى حاجتين ممكن تبقى كريمة طهي فاتبقى خفيفة شوية وممكن تبقى زي ما انت قلت كريمة الخفق فاتبقى بقى هافي سيفود كريم سوب بقى حلوة كده وايه كمان وفي عندنا بقى اخر حاجة خالص اللي هي اعرفة البسك البسك ده اللي هو بيبقى زي ما تقولي كده ايه مستخلص العظم بتاع الاستاكوزة والحاجات دي اه بيضير في الخلط وبيبقى مع المايا وبيتصفى كويس قوي طبعا عايز تولد بال بقى عايز تولد بال طبعا لان ده هياخد وقت يا تارا 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 عماد كل سنة وانت طيبة وكل سنة وانت متقلقة اقولك تارا ولا اقولك ليلة خلاص انا يعني على بالي ليلة مبروك على الدور الحلو قوي تارا 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 هنجرب تاني مع تارا عماد تارا عماد عمل الدور حلو قوي يا جماعة عمل الدور ليلة بسوتس طبعا المسلسل كله على بعضه عبقري مسلسل شيك ناو انت قال عليه كده يعني كنقط مسلسل شيك قوي في كل حاجة في السيناريو في الحوار في القصة نفسها رغم ان القصة اصلا ما نقول عن قصة اجنبية لكن الطابع المصري البصمة المصرية جماعة وديتوا في حتة تانية خالص يعني اكيد احنا لو شفنا العملين هنلاقي ان هما طلعوا قصة جديدة خالص الممثلين كلهم مبدعين ومتقلقين طلعوا افضل ما عندهم ابو كيه حلو من الممثلين الشيك المبدعين المتقلقين المتنغمين جدا جدا مع بعض رجعت معنا تاني تارا صح انا هناك كل سنة وانتي طيبة يا حبيبتي وعيد سعيد عليك وعلى كل حبيبك وانتي طيبة متشكرة قوي قوي وكل الناس طيبة دورك حلوة قوي يا تارا انا جاي على بالي اقولك ليلة لانه اكيد ده ارتبط في ذهن الناس الدور حلوة قوي وهان انتي رئيئة قوي بطبك يعني بجد متشكرة قوي قوي بس انتي عاملت دور حلو وانا حس ان انتي ما شفتيش النسخة الاجنبي عشان تطلع يا حسن ما عندك انا قمساتي في محلو الصراحة انا شفتها اوبا شفتها شفت ما شفتش تريبا بس اخر 2-3 سيزن بس شفت يعني عدتو كمان كزا مرة صراكت عليه كل صراحة صوت طب خدت ايه من النسخة الاجنبي وحطتي ايه من عندك هقولك خدت ايه خدت حاجات كم حاجة كده لذيذة قوي من ريتر اللي هي في النسخة الاصلية اول حاجة انه في النسختين هما الاتنين بيحبوا الاكل قوي ايوا دي اول حاجة سيتات كلها بتحسدك بتحبي الاكل ومحافظة بس انا في طبع كمان انا شخص بحب الاكل قوي يعني وبقدروا الاكلة الحلوة يعني صح بتمزك في الاكلة ممكن تكوني بتاكلش كتير اه بس لما اكل اكل اكلة حلوة كده بتبقى بجد اللي هو ميسي فيها طب ده انت جتي في ملعبنا وفي مطبخنا تعليلي بقى بتحبي تاكل ايه عشان نعملولك على الهوى يا تارا اه انتو بتعملوا ايه طيب النهاردة احنا النهاردة عاملين اه يعني شربة سيفود بالكريمة اه حلوة جدا جدا شاف عمر بالحقيقة عامل تتشاط هايلة فيها وكمان عاملين سالة ترينجا وعملين الحلو بوف باستري مع التوت الاحمر انا كمفروض ابقى معيكو دلوقتي بقى طب احنا فيها بعد العيد احنا مستنينك هنا يا تارا احكي لها على كواليس المسلسل لان انا سمعت ان في كواليس كتير تتحكي اه لا لا الصراحة انا انا حزنت اوي لما خلصنا لان من احلى كواليس العشتاء في حياتي ده فعلا جميلة طب قوليلي بقى ايه الاكل اللي انت بتحبيه الاكل اللي انت بتروحي لها مخصوص انا انا بحب اوي طواجن اه بحب اوي طواجن فيه سيوة كده لسافرت كالت طواجن لحمة بأراسيا كان راهي اه موجود في المغرب برضو انا بقى ما اروحت في المغرب عمري اه يعني ما رحت في الاسف بس اه متخيلة وبحب بحب الملوخية ايه طبعا وبحب اه ايه تاني يعني فيش احاجة معينة بجد باكل كل حاجة طب الحاجات اللي بتحبيها و اللي بتكليها بتعرفي تعمليها اه شاطرة في المية اه بصي صراحة انا شايف ان انا شاطرة بس في حاجات الجملوخية مثلا اعمل مجرد في انا اعملها بس محتاجة ان انا اتعلمها حلوة اولي اهم الحاجة في الملوخية الشرعة اه ه ه ه ه ه ه ه ه ما الزبط الساعة طب قوليلي انتي دلوقتي الاكلة اللي انتي بتعتك انت اخترعتها اختراعك والناس بتطلبها منك دايما ايه هي اه اي حاجة بالبخامل اي حاجة بالبخامل طب ايه السر انك بتاكلي بشاملات وتواجن ومحافظة على رشقتك بتتمرني فعلا وبادعي ربنا ربنا يستجيب بقى من هنا كلنا شكرا يا طار وكل سنة وانتي طيبة وهنستهبناك انا باخد معادة على الهوة بعد العيد هتكوني معاينا ان شاء الله في ستاتنا عرفوش يجدبه وتحكي لنا اكتر عن كواليس المسلسل وكنت متقلقة شكرا يا طار خلونا نروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل ده لازم يتقدم يا جماعة عمر بص الشيكة شوية الشبت اللي انت حطيته مع الوش نتأكد كده ناخد لنا واحدة من الكابورية من السبيت من كل حاجة يبقى الطبق متنوع يبقى الطبق كده بالزبط حلوة قوي تسلم ايدك يا عمر خلينا نروح لفاصل وهنرجع بعد الفاصل هنا في مطبخ الستات وهندخل على الرنجة على الرنجة على طول نسم كاملين معاكم في مطبخ الستات خلصنا شربة السيفود ذات القوام الجميل يعني انا بتغذل في شربة السيفود يا جماعة ريحة الشربة تجنن ومليانة خير وجمال نعم لفاصل بقولك ريحة مش قاد لا لا ده اختبار صعب طيب هندخل بقى على اختبار الاصعب اللي انا بحبها شخصيا جدا الرنجة بالنسبالي بلغة المخرجين كده راكور معايا طول السنة فبعملها بقى سلطة بعملها ما شوية مدخنة بحط لها زيت ولمون تعامل حاجات كتير اوي بس انت النهار ده عاملها بشكل مختلف تماما انا مشوفتهاش قبل كده هناخد من كذا حاجة اولا انا بعيز الرنجة اوي اوي ودي يعني مثلا الرنجة تعرفها بتتعمل برا بطرق مختلفة شوية عن عندنا فبرا مثلا فيه صلطة روسي بيبقى فيها بطاطس مع الرنجة بس معها بانجر فانا شاي البانجر هنحط كمان شوية من البيض المسلوق والجديد اوي هنحط شوية من التفاح اللي اخضر طيب اول حاجة عندي ايه خلينا اقولكو برضو المقادير كده فيه السريع عندي رنجة متقطعة مكعبات عندي فلفل احمر الوان وفلفل اصفر عندي بصل تحينة توم مستردة بابريكا عندي كامون لمون وزي قلتلكم شوية بطاطس مكعبات مسلوقة وشوية من البقدونس والبيض واخيرا شوية من التفاح هنحط كرافس لا خلينا اقولك ليه احب الكرافس اوي خلينا اقولك ليه ان احنا عندنا حاجات كراوي طعمها قوي هنسعد بعض ارقت في الكرافس كده اللي هي العيدان بتاعت الكرافس الفرنساوي دي مهمة ومفيدة جدا اللي ارقادة فيها بصي اول حاجة خالص هننزل للرنجة بتاعتي خلاص هنجيبه لأكبر من كده شوية حبا بولة كبيرة عشان تساعدنا عشان نعرف اقلب كده بس براحل خلاص دي الرنجة بتاعتي وعليها فلفل الملاوة فلفل الملاوة بصي عندي هنا شوية ايه يعني لو الفلفل مفيش اخمر واصفر ممكن احط اخضر عادي يعني اي نوع فلفل عندي يعني ما بنعطلش فيه بدايل دايما اه لأ وكمان الرنجة من اهم الحاجات فيها ده معقبني بالتقطيع دي نعمل كده انا مش هجرب ابدا نعمل كده هبقى واريكي احنا بعد الهوى موضوصها يا الله كلها بس اللي بقى واخدين بالنا كده ده فلفل حامي شوية للناس اللي بتحب الحاجة سوايسي ده فلفل حامي وهو بصراحة الرنجة بتحب الحاجة سوايسي نعم انا بخد هاي الحلقات وهنا بس باخدون واحدة او اثنين كده خلاص حلو جدا دي الفلفل بتاعتي واحنا بنتابع مع عمر ده هنحط البصل انا عايزة بس اقولي للستات والبنات عشان بيسألوني على اللايف ايه قصة شنتت ايدك وانتي رايحة الشغل وانتي خارجة من البيت مش حجة ابدا انك بتقولي انا بقعد طول النهار برا البيت فلما برجع البيت باكل زي التنين المجنح يا حبيبتي ده مضايا شيء طبيعي شنطة ايدك دي مش ديكور هي جميلة مش راكور ومش ديكور الشنطة دي بيبقى فيها حاجات على فكرة يعني الشنطة عشان يحطوا فيها حاجات طيب ايه تحطيه في شنطة ايدك تحافظي بيه على صحتك تحافظي بيه على رشقتك وتوزعي اكلك على مدار اليوم وتاخذي كل الفوائد والفيتامينات فلما ترجع البيت يمكن ما تقدريش تأكل كمان هنحط خضار خيراية طمطماية فكهة طفحية خضرة يا سلام يا ريت اي نوع طفاح اي نوع فكهة موجودة في الموسم مزايا اي حاجة علبة صغيرة فيها شوية مكسرات واستحسن المكسرات دي تبقى ناية ما تبقاش محمصة ولا ملحة لان الملح الزيادة مش صح بيرفع الضغط وبيعمل مياه في الجسم علبة صغيرة طب فيه كوبايات الجميلة دي بتتبع في اي مكان هنحط فيها ايه طبعا المياه اساسي معانا في شنطتنا طب انت بتحبي الشوكولاتة حلوة قوي هتشرب مشروب شوكولاتة مشروب لصحتك مشروب لصحتك بجد منها انت بتشرب شوكولاتة وهتنبسطي قوي ومنها انت بتاخدي حاجة حقيقي مفيدة المشروب ده بتحضريه ازاي سريعا كده وهو عمر شغال هتحطي معلقة صغيرة قرفة معلقة صغيرة كوركم اتنين لثلاث معالق شوكولاتة خام اللي هي دارك شوكولات او الشوكولاتة الغامة يعني ما فيهش سكر خالص طيب هنخفف ده بايه هنحط عليه ايه كسائل هنحط اما لبن جوز هند او لبن لوز وهنكمل الباقي مياه حسب رغبتك وهترجيها راجة حلوة ما بتحبيهاش كده عايزها مسكرة حطي نقص معلقة عسل ابيض والمشروب ده حقيقي هيديك طاقة مفيد جدا جدا عشان الكوركم والقرفة والحاجات اللي موجودة فيه وكمان هيخليك حاسة انك مبسوطة لان الشوكولاتة بتدعم هرمونات السعادة وخصوصا عند الستات ادي مشروب طب المشروب الثاني موسم دلوقتي بتاع برتقان اصوري شوية برتقان حلوين وحطيهم في ازايز في الديب فريزر وخدي شوية عصير فراش معاك وانتي خارجة كل يوم حاجة جميلة جدا جدا في حاجات كتير تقدري تعمليها على مدار اليوم تبقى انت رجعت البيت يا دوبك هتاخدي كباية زبادي مثلا والسلام بقى لو الزبادي ده عليه مع علاقة بزر كتان بزر كتان يا ستات ويا بنات كولوجين طبيعي مش بقى كولوجين الكريمات الكولوجين وحقا الكولوجين ده كولوجين طبيعي ربنا خلقه نعمل ايه بزر كتان حطيه في اي حاجة حطيه في طبق سلطة حطيه على كباية زبادي حطيه في أي مشروب هتشربيه اعملي بيه ماسك بس الأول اطحنيه كويس عشان تطلعي الزيوت والكالجين اللي فيه اطحنيه كويس وحطيه على بشرتك ده كالجين طبيعي حطيه على شعرك وكلام ده على مسئوليتي وعن تجربة شخصية بزرق كتان مهم جدا ومفيد جدا 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 عملتي ايه بقى احكي لنا احنا حطينا البصل الأحمر حطينا البصل الأخضر ده على الخليط بتاعنا في التحينة بقى اللي عندك ده عملنا ايه زودنا مستردة ده المختلف شوية زودنا مستردة زودنا قوي اللمون ده انا معرفتهاش انا معرفتهش ان ده تحينة اللون بتاعها اختلف تعالف انا عايزة تحينة قوي في الدراسنج زي الاحيات دي فزودنا لها زي ما قلتلك مستردة ودي تحينة معمولة عادية خالص تحينة بتاعتنا يعني ممكن تبقى تطلعها شوية كمون مسلا وفي الآخر انا مزود قوي اللمون وحطي تطلعها شوية حلوين من وممكن نحط كمون عادي. وممكن نحط كمون عادي. احنا ممكن نعمل بتاعتنا اللي هي العادية خالص. حلوة. لس؟ طيب. وقطعنا التفاح الاخضر. هنحطه مع الكرفس. ده ايه? ده الكرفس. قطعنا التفاح الاخضر. ده بصل اخضر. بصل اخضر. وبصل احمر. بالزبط. بص انا باخد البيت بتاعي هون. طب نحط البيت على الجنب. لان مش كل الناس بتحبه. يعني ايه هنا حنحطه. يعني انا نفسي لو شفت. لو بنحبهش مش لازم. مش لازم نحطه خالص. بس انا نزيل بقول لك ايه لا? ده ده هيتفرم اصلا ويخش جوا. اصلا. ويخش جواها بالزبط. فيه ناس كتير بتحب تقدم البيت مع الرنجة او مع مع اسماك معينة. لان هو بيدعم فكرة الكالسيم. لانه السمك طبعا فيه نسبة كالسيم عالية جدا. فده بيدعم الكالسيم مخصوصا للولاد الصغيرين. في الفارئيست الشرق الاقصى اللي هي يعني الصين واليابان وماليزيا وتايلاند والمناطق دي كلها بيحبوا او يحطوا البيت في كل حاجة. طبعا. في الشربة في الاكلة في الرز. في كل حاجة. اي حاجة. بس اهو. حطينا البيت. بس الناس يبتاكل لحوم قليلة اوي عشان كده صحيتهم كويسة. عشان كده صحيتهم كويسة. وبياكلوا حاجات طبيعية كتير جدا جدا. اه. يعني مكترين الوان وخضروات كتير اوي اوي. وبياكلوا معظم اكلهم اسماك. لو هيكلوا بروتين تاني بافراخ مثلا. نادرا لا ينزل تاكل لحوم اصلا. بسي كده اخنا كده. كده معدل الاعمار جميل. هناك ما شاء الله عليهم يعني. مش بنحسدهم ولا حاجة اوه. ولا بنقر ولا بنحسد ولا اي حاجة خاص. بسي يا ستة البنات. اهو كده. خلاص. خلصنا كل الكولكشن جاهز. اخر حاجة خالص. هنزل بالدراسنج بتاعي. حلوة اوي. هنقلبها ولا هنسيبها يا تتعامل. لأ هنقلبها. انا شايفة الصوس بينزل طبيعي جدا جدا على طبق الصلاة حتى مش محتاج يتقلب. بسي فيه ورانا هنا فوق الفرن ده ممكن. طبق التقديم اللي هو الابيض الطويد ده. يلا بينا. احلى طبق صلاة ترنجا. ده اختراعك ده يا عمر. ده اختراعي بصراح. اختراعك. بتجي الاختراعات بتاعتك اسامي. لا. بتسميها حاجات. لا. مش بتسميها. لا. ما تجي نسميها. يلا بينا. طيب نحاول نسميها في الفاصل. سوفي انت عايزة تسميها ايه في الفاصل. بسوا وعايزين نبص عليه بس بصة كده الاول. طب ما تقترح انتوا اسماء للطبق الجميل اللي احنا عملنا دلوقتي. مثلا. ستاتنا وبناتنا والرجالة بيتفرجوا علينا. والحقيقة انا مبسوطة جدا من الظاهرة دي. احنا عندنا جمهور عظيم من الرجالة. بيتابعونا. فيه ناس عشان بيحبوا يعتمدوا على نفسهم. وفيه ناس عشان عايشين لوحدهم فعايزين يتعلموا ان هم يطبخوا باسهل طريقة. وفيه رجالة دخلة منافسة مع الستات. وهي حاجة جميلة خالص خالص. فكروا لنا في اسمه حلو. الطبقة اللي احنا لست عاملينه حالا ده. ونرجع بعد الفاصل بنقول كل حد فكر في ايه. معاكو على اللايف في مطبخ الستات. ولسه معاكم في مطبخ الستات ومستنينكم على اللايف. احنا فضلنا مش وقت كتير. فضلنا خمس دقائق. هنلحأ نعمل فيهم حاجة حلو اه هنلحأ. لان الموضوع سهل جدا وبسيط. ام جلج ضيوفه على سهوة. ام الولاد عايزين حاجة حلوة. اسهل حاجة وقلطف حاجة. واحلى حاجة ممكن تعمليه هو اللي احنا هنعمله حالا ده. ده عبارة عن ايه يا عملك? واصرح حاجة. ده احنا هنعمل بوف بيستري. وهنعمله باي نوع فكه. ممكن نعمله بتوت. ممكن نعمله بفراولة. ممكن نعمله كيوي. حلو. باي نوع فكه. حسنا بفكة الموجودة دلوقتي في السوق. اه بس كما يبقاش حاجة بس حتطلق يعني الموز مثلا مش هيبقى مش هيبقى احسن حاجة. لازم حاجة القوام بتاعها ممسوك شوية. ومسكة نفسها. حلوة. وعندي هنا شوية من البوف بيستري. حلوة. زي ما قلت لك بقى حاجة فشحة خالص. الفيلنج بس ده المهم عشان اطريت اعمله قبل انخش عشان يخش التلاجة. اللي هو الحشر. ده عبر عن ميه? اه خلينا اقول لكم مقادير كلها الاول بتاعة البوف بيستري دي. انا عندي جبنة كريمي عندي سكر. عندي صفار بيد. عندي معلقة صغيرة من المستخلص الفانيليا. عندي بشر لامون. وعندي يا كيوي بقى زي ما قلت لك توت مربة توت. كل الحاجات دي تنفع. طيب الخليط اللي هنا ده ايه? جبنة كريمي. معاها بانيليا. وصفار بيدة. وبشر لامون. ده الفيلنج. وده مهم جدا. جبنة كريمي معاها لحترات حاجات دول وندخلها التلاجة. جبنة كريمي. جبنة كريمي. معاها صفار بيد. معاها مستخلص الفانيليا. ومعها في الاخر ش عشان يزبط لي كمية السكر الكتير قوي. مش اللامون دايما بيبقى جميلة قوي مع التوت الأحمر. دايما. دايما. الحاجات كمان مسكرة زيادة. بصي. ودي واحدة من البوف بيستري. انا عملت ايه? عملت دورية كبيرة قطعت. با اي كباية عادك او اي حاجة. اه. فدي عندي انا عملتها بكباية بصي. عملتها بغطى الكب ده. اي حاجة مدورة. بغطى الكب. زي ما بنعمل البرجرز زي ما بنعمل. بعدها عايز اعمل واحدة اصغر بس ما تخترقش يا ايمان اه. يعني تبقى عاملة كبيرة بس مش اطعابة. مش اطعابة. ما توصلش الناحية التانية. ما ينتوصلوش عن بعض. اهو. يبقى ادي واحدة. وادي ايه? التانية. خلاص. ده كده ايه? معلقة. اللي هي المربعات الجاهزة. لا دي اللي هي بتبقى هولويت. يعني بتبقى عادي زي التانية. اللي هي حبوب كاملة. يعني ما بتبقاش لونها بيض. الحبوب الكاملة صحية اكتر. اه ده اللي كانت موجود. خلاص طيب. هنعمل كده. بصي على طول هاخد من الكريمي ده. اهو. حلو جدا. خلاص. ده كل اللي انا محتاج عامله. مم. وافرشه كده سنة صغيرة قوي. حلو الكلام? حلو جدا. هناخد اي كامل بقى الفاكهة بتاعتي. اهط واحد. اتنين. كويس. خلاص. تاني. واحد. وايه اي نص كده. مم. اهو. حلو. خلاص. طيب. اللي بعد كده. عندي هنا معلقة كبيرة من اللبن. ايوا. عليها بيضة. بضاية كاملة. عليها بضاية كاملة. لا بضاية كاملة. حلو. عشان اعمل لواء الاجواش كده زي ما منقول. طب انت ليه حطيت صفار البيضة بس مع الفيلنك ده. عشان الابيض فيها هيخليها سايبة خالص. ايوا. وانا عايز الريتشنس والكريمينس. عايز القوام يبقى تقيل. القوام بالزبط والغنى. لو حطينا البضاية كاملة هنا بالبيض بتاعها هيخليها تبق تبقى صايصة. مايصة صايصة. هتبقى مايصة صايصة. يعني. ولو ما دخلناهاش التلاجة برضو هتبقى مايصة صايصة. يعني حاجة تانية مهمة قوي ان هي تخش التلاجة تمسك نفسها شوية. تمام. لان احنا وإحنا بنخلط لازم تبقى في درجة حرارة الغرفة. وإحنا بنخلطها عشان ينفع تخش فيها الحاجات دي. هي فعلا القوام انا عايز اوري القوام بتاعها لناس. وحطيها تقليل ربع معلقة سك. لو هنا يبقى معي الكاميرا بص القوام ب يبقى لازم تبقى تقيل ازاي. هتفرجنا الخوام بتاعها. عشان ما تبقى لو هي صايبة عن كده هتبوز. هتنزل هتنزل لا هتنزل أصلا. هتبرش في الصينية هتعمل وهتبقى بقى ايه. الخوام تقيل ازاي. اوكي. حلو قوي ده. ادي المنظر. حلو. كلام بصي في حاجة عملناه دقيقتين بالزبط. هتخش 12 دقيقة بالزبط الفرن. طبعا انا مش هسبكوا إلا لما تسموا لي الطبقة اللي احنا عملناه قبل الفاصل. انا منسيتش الموضوع على فكرة. انت سميته حاجة يا عمر. لا لسه. كنت مشغول قوي في اللي جاية ده. بصي احنا كده عملنا ايه. ده بقى بيخش 12 دقيقة بالزبط الفرن. بصي بيطلع شكلها حلو ازاي. شك قوي. وفيها توت. وفيها جبنة كريمي واخدة لسعة من فوق شبه الكريم بريليه وبتاعها. خلاص. طيب الحاجة اللي فاضلة ايه. هاخد شوية من السكر. السكر البدرة. طبعا بقى اي بدارة او مصفة او اي حاجة. وبس ايه. سهلة جدا بسيطة جدا. مفيدة جدا للولاد الصغيرين. اللي بيحبوا الحاجات ملونة. وممكن نرسم لهم عليها حاجات. يعني ممكن. اه طبعا. وطبعا اي نوع. اي نوع. حس ان هي سمايلي فايسيز. بس كده. بس كده. بس كده. سمايلي فايسيز. ده طلعت صدفة ولا انت قصدها. صدفة طيب حلوة. وقادي معانا هو. يعني احنا شرفنا الشربة وكلة سلطة وحلينا كمان. وحلينا كمان. وحلينا كمان. في وقت قليل جدا جدا. طب ده عظيم جدا. جدا. خلينا نشوف الناس. سمولنا بقى الرنجة ايه? اه. رنج سلو. حلوة يا داليا. حلوة رنج سلو. حلوة رنج سلو. حلوة رنج سلو. زي كل سلو يعني. لا على وزن كل سلو. حلوة يا داليا. شكرا يا بساند. طيب انا عايزة اتكلم برضو مع الستات والبنات في موضوع الضايد التاني وتالت وعاشر. عشان انا عارفة ان الموضوع ده كتير من الستات والبنات بيعان اعطالوا فيه. اه. الرياضة لوحدها مش كفاية. والاكل من غير رياضة مش كفاية. بس نقدر نزبط اكلنا. حتى لو رياضة قليلة مفيش مشكلة. هي الرياضة هتعمل لنا ايه? الرياضة ممكن تخلصنا من الاكل الزيادة. لكن عمرها ابدا ابدا ما هتخلصنا من الاكل الغلط. فانا مش هستفيد اي حاجة. لما اكل غلط واعد العب رياضة للصبح مفيش اي مشكلة خالص. برضو هيفضل الازم موجود وهيفضل ان احنا نخص ببطء شديد جدا. جدا جدا. فالحركة بركة. صح? احنا كده خلصنا حلقتنا النهاردة في مطبخ الستات. ونشوفكو بكرة على خير ان شاء الله في حلقة جديدة. شكرا عمر. هتوحشنا جدا جدا جدا. وهنتابعك على سي في سي سي صفرة. انت نورتين. وارجو ان انا كنت ديف خفيف عليكو. وعلى حضراتكو في البيت. وكل سنة. كل سنة وانت طيب. وعيد سعيد عليك. وعيد سعيد على كل حبيبنا اللي بيشوفونا. يومكو هادي ونادي يا رب. اشتركوا في القناة